موسيقى لا شك انه مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت بتشاركنا حياتنا اليومية ومن مننا ما بيخصص وقت مش قليل من يومه ليكون على اطلاع على كل شي عم بيصير حوالي والاستقطاب اكبر عدد من رواد المواقع الالكترونية كثيرا اعتمدوا الفكرة الذكية والمضحكة وذلك عبر افلام قصيرة ومهضومة ترسم الضحكة على وجوهنا ستاب كروب عنده شي تقولوا بها الخصوص موسيقى عرفنا اكتر عن حالك اسمي راي درغم مؤسس وايستافيجة شركة ستاب كروب وهنا شركة رقمية حديثة موجودين في دوباي وبيروت راي شو الحكرة الاساسية ورا تأسيس الشركة هي الفكرة كانت نقدر ابني منصة عبارة عن عدة مواقع نقدر نتواصل وتوكنكت مع الشعب العربي اللي هو بشكل عبارة عن اكبر جزء من العالم العربي مع العلق حالي يعني هل فينا نقول انه ستاب كانت نتيجة تجربة شخصية او مجارد فكرة هي مش كانت تجربة واحدة انا بعتقدت تجارب انا ربيت ببيروت بيروت هي مدينة بتعتبر بالعالم العربة عصرية بنوعا ما ونجاة تقلت على دوباي فعدت تجارب وحطت وتسفرت وشوف شو موجود برا طلعت معي الفكرة انه نقدر ابني هذه الشركة نحن بنعرف انه هالفكرة موجودة بالغرب وبنعرف كمان انه المجتمع الغربي بيتقبل انتئادات الجريئة هل المجتمع العربي قادر يتقبل هالانتئادات كمان؟ بنجرب على طول نفكر بطريقة نقدر نوصل الرسالة والمسج بطريقة ترفيهية بلا ما نجرح اي شخص او نكون عم ننتقد حدا طب اختياركم لدوباي هل كان لانه المجتمع هون قريب اكتر للمجتمع الغربي؟ سهب الاساسي انه دوباي صارت هب للمنطقة مدينة فيها الانفرستركشور والتالنت حتى بالاشخاص نقدر نشتغل معهم بعدين صار عنا كمان اوبراشن مكتب تاني ببيروت كون بيروت فيها الكونتينت كريايتورز والكريايتورين اكتر لبيروت ريش اكتر التحديات اللي واجهتكن؟ تحديات كتيري يعني كل يوم فيه تحديات نحن عم نشتغل بس بس اكبرا بعدين نقدر فالاول ما بلشنا كنا بس كنت حالي وكم شخص هلا وصلت لللي تقريبا بتكون توصلولو لك بعد سنة بعد عنا كتير ايه بعد سنة بعد خمس سنين او بعد عشر سنين وين بتشوف ستاك جروب؟ هدفنا نصير اكبر شركة رقمية حديثة بالعرب العربي بنوصل لمية مليون شخص منكون قريبا غطينا كل اليونج ميلانيالز نسمينا عرب ميلانيالز ومن ورا تجربتك الخاصة شو بتنصح الاشخاص اللي حابين يبلشوا بفكرتنا الخاصة او مشروعنا الخاص؟ كل شخص بدي عنده فكرة بدي يبلشها بنصحها طبعا لازم كتير انا بالمنطقة بالعرب العربي نشجع كل الشباب اذا عندهم فكرة يجربوا حاليا اذا واحد بلش شركي يفشيل فيه رعي يبلش بتعلم بلش مرة تاني شو اللي بيميز تاب جروب عن غيرا من المواقع اللي بتشبهه؟ بعتقد شي الاساسي اللي بيميزنا هو الفريق والتيام الموجود بالشركة والطريقة اللي منطلع بالكونتنت طبعا والطريقة اللي منفكر بالكونتنت هي طريقة كتير عفوية عددا من الفكرة المضحكة افرح ان تشعر من الفكرة الجديدة طبعا طبعا ايه فالعالم شو بده اكتر؟ العالم بدي يضحكوا اكيد كيل العالم بتضحكوا كل شي بنعمله بالشوز بنعمله بالفيديوز في كتير قصص وشغلات بتصير بالمجتمع يلي منجرب نحط الدو عليها بس بطريقة متحكية طريقة ترفيهية طريقة عفوية راي هل اذا حدا من المشاهدين ارسلكم هو الفيديو هل بتشجعوه بتعرضو الفيديو ام بس نتفكر الفيديوز على الفيديوز تبعكم؟ أكيد عنا حتى مثل بناينا شي اسم تشاد بوت اللي هو على صفحة الفيسبوك اللي عنا ونقدر نخلق هذا التفاعل التفاعل المشاركة بين الاودينش تبعنا لانه 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 نرجع على فكرة انه هذا كل المواضيع اللي انطرحها هي تحت العرب هل هذا الوابساتة تبع عرب فانز؟ هذا هو الفيسبوك عليها سابقنا عرب فانز وحلال أيضا حسنًا هذا يضب فيد الوابسائط الذي يوجد فيديوهات وفيديوهات حسنًا هذا اليوتيوب هذا اليوتيوب عن صفحة الواتساب نعم، عن كل اليوتيوب هذا اليوتيوب هذا اليوتيوب عني على 500 ألف فالو حسنًا هذا اليوتيوب عني سيكون في مارش 28-29 الآن يعملون 4 أربع 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 في قلب الفيستيبل وكل سنة تعملون بنفس التوقيت تقريبا؟ بنفس التوقيت تقريبا، يكون بأظاهر صحيح الفوكاها مطلوبة، بس هل في عبرة من وراء الفيديو الذي عم تعودوا؟ بنعمل نحن كتير فيديوهات ونشاهرنا فيهم هي بتفرج كل المسيجز والجروب اللي بتصيرها على الواتساب اللي هي موجودة بكل بيت وكل شخص عندي ما فيه حدا منه بفاميلي جروب مثلا يعني مهزم الفيديو اللي عمله أو بشكل عام عندنا أفكار كتير عم جالب نوصلها أنا باي أو أم حضر الفيديو بيقدر بيحس انه هدا الشي بيصير بقير بيصير متقبل لعادة الموضوع أكتر أو ممكن لأ مبقر بس أتليس عم أخليه فكر فيه وشو أكتر أسس النجاح اللي أكتر يتفيك؟ كشركة كستاب من نظم أكبر مؤتمر بدبي للريادة الأعمال والدجيتل والتكنولوجي نحن الهدف الأساسي طبعنا هو نبني عالم عربي عصري وحديث شكراً إلك راي وإن شاء الله تدلكم عن تبسما البحكة على وجههم شكراً إليك إنك تزيد بسمة على وجه العالم أصعب بكتير من إنه تبكيهم من خلال هيدا الموقع عم بتحاول ستاب كروب توزع دحكة وخفي الدم موسيقى 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 موسيقى